السلام عليكم معكم احمد حتاحك بالفيديو اليوم هنتكلم عن دالة جديدة مهمة وظريفة هي دالة if error هاي الدالة بقول له اذا في خطأ ضمن المعادلة لتأظهر لي الخطأ أظهر لي قيمة تانية هاي القيمة هاي القيمة انا بحددها فمسلا عندي ضمن المنتجات سحبت هيك لتحت وصلت للمنتج 14 دالي المنتج 11 12 13 14 مالون كودات طيب هاد الكودات معناتها في خطأ ديرجع لصفحة التصنيفات شوف ليش ممنزلين هدول المنتجات اذا ممنزلين ش هننزلون طيب بركي انا ضمن database هاي الdatabase مثل صفحة الاستعلامات هون كان عندي ما في رقم عملية مثلا رقم 16 ما في رقم 18 ما في رقم خلي رقم تاني مثلا 20 طب هاي ما في أرقام كيف ممكن اني عدل هالشي ما يظهر لي هاد الخطأ فبوقف عدالة اللي انا عملتها بكبس F2 وبضغط قبل اللي يساوي بكتب if error هاي if error بيقول لي حط الvalue اللي بدك يا هالقيمة اللي بدك يا هالي هي هاي حاليا اذا ما تحققت كان error بروح لآخر شي عندي بكبس فاصلة اذا ما تحققت كان error حط لي انا حاليا حط كوتين فاضين انو يترك ليها فراغ ممكن اكتب هون يوجد خطأ وبسكر القوس بكبس عفوان وبسكر القوس بكبس enter فبقلي يوجد خطأ بكرر ليها هيك طول وقت فبه الحالة لغيت الخطأ ونبهت لي قدامي انو يوجد خطأ فيه ناس بتحط اسم الشركة تبعه فبيطلع اسم الشركة هيك بشكل متكرر وممكن نخليه فاضي نحط هيك بس كوتين كبس enter فبتظهر لخليه فاضي بسحبين فبطلع لي جدول فاضي فانا كتبت 15 مافي 16 عفوان 12 في جب لي هون رأسا منتج 12 هون في error ما جاب لي الكوت تبعه لان فيه error فبرجع للصفحة الحركة اليومية عن جدل منتج 12 مافيه error برجع على التصنيفات بشوف شو المشكلة فمو دائما ايه error مهمة وانا ببعض الاحيان نستخدمها كتير نحنا بس اه بهالحالات المهمة ما لازم نستخدمها شان يبين ال error اللي عنا هات كان درس اليوم بتعريف بهاي الدالة كان معكن احمد حتاحت السلام عليكم